أعقدت إدارة الشؤون القانونية بألمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعا للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزراء العدل والجهات المعنية في الدول العربية وذلك بمشاركة وزراء الصحة في الدول العربية لتحديث القانون العربية نموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية يأتي الاجتماع تنفيذا للقرارات الصادرات عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الدخلية العرب بشأن تحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية لوضع قانون عربي موحد نموذجي في هذا الإطار ليكون قانونا استرشاديا لدى الدول العربية نحن في مدى يومين في مقر الجامعة العربية عقد اجتماع اللجنة المشتركة من ممثلي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية لبحث مشروع القانون العرب الاسترشادي حول المخدرات والمؤثرات العقلية هذا القانون أو مشروع القانون كان قد تم إعداده من قبل خبير من الجمهورية الجزائرية ووافق عليه مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب وتم تشكيل هذه اللجنة التي عقدت عدة لقاءات واليوم نحن وختمنا أعمال هذه اللجنة التي كانت بمشاركة واسعة من جميع الدول العربية وخبراء من وزراء العدل والداخلية هذا يأكد على أهمية هذا الموضوع بني مشروع قانون استرشادي لأجل تنظيم حقيقة مكافعة هذه الآفة التي تضرب مجتمعاتنا وقد تبنى الجميع مشروع هذا القانون لأجل الاسترشاد به في القوانين الداخلية واللوائح حقيقة للدول العربية